أكدت مصادر في وزارة الصحة الإيرانية لخدمة بي بي سي الفارسية أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 210 على الأقل. وأغلب الضحايا من المقيمين في العاصمة ومدينة قن حيث ظهرت الحالة الأولى للإصابة بفيروس COVAD-19. ويعد هذا الرقم أعلى بستة أضعف من العدد الرسمي للوفيات البالغ 34، والذي أعلنته وزارة الصحة في وقت سابق يوم الجمعة. وأكد المتحدث باسم الوزارة كيانوس جهنبور شفافية الأرقام الرسمية تهما بي بي سي بنشر الأكاذيبي. ويأتي ذلك بعد أن اتهم عضو برلماني في قم السلطات بالتستر على عدد الحالات، وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من أن طهران قد تكون لا تعلن كل ما لديها من المعلومات. وفي بريطانيا يحاول مسؤولون في قطاع الصحة التوصل إلى كيفية إصابة مواطن بريطاني بالعدوى ليصبح أول مصاب في بريطانيا. ولم يسافر هذا الشخص إلى خارج بريطانيا في الفترة الأخيرة، بخل في تسعة عشر شخصاً آخر شخص وبالإصابة بالفيروس في بريطانيا، وتفي شخص أصيب بالفيروس على متن سفينة سياحية. وتحاول السلطات الوصول إلى أشخاص قد يكون الشخص المذكور أحتكى بهم، في هذه الأثناء يتوقع أن تنشر الحكومة تفاصيل إجراءات الطوارئ الأسبوع القادمة إذا زاد انتشار الفيروس في بريطانيا. وتهدف الإجراءات إلى مساعدة القطاع الصحي والتعليمي على مواجهة انتشار الفيروس في حال زاد عدد الحالات بشكل ملحوظ. ترجمة نانسي قنقر